شرحنا المرة اللي فاتت الاتزان الكيميائي بدنا فيه وعرفنا عنواع التفاعلات من حيث الانعكاسية وقلنا عندي نوعين من التفاعلات اما ان تكون تفاعلات انعكاسية او تفاعلات غير انعكاسية وقلنا الاتزان بيحدث فيه التفاعلات الانعكاسية فقط اللي عندها فيها اتجاهين اتجاه امامي واتجاه عكسي وبيحدث الاتزان لما يكون معدل سرعة التفاعل الامامي تساوي معدل سرعة اتفاعل عكسي وايضا لما يظل تركيز النواتج والمتفاعلات ثابت شرحنا ايضا ازاي نوجد قيمة ثابت الاتزان كي وعرفنا قانون فعلي للكتلة وقدرنا نميز نوعين من ثوابت الاتزان اللي هو الكاسي اللي هو ثابت الاتزان للتركيز والكي بي اللي هو ثابت الاتزان للضغط الكاسي بنعبر فيه عن التركيز بتاعة المتفاعلات والنواتج بالتركيز المولاري بينما في الكي بي بنعبر بدل ما عبر بالتركيز عبر بالضغوط للجزائية ايضا خدنا دلالة ان قيمة الكي تكون اكبر بكتير من واحد او تكون اقل بكتير من واحد خدنا ايضا علاقة ما بين الكي سي وما بين الكي بي وخدنا ازاي نحل مسائل نوجد الكي سي نوجد الكي بي الى الى اخره النهاردة ان شاء الله هنستكمل الاتزان الكيميائي وهنقول ان انا عندي الاتزان الكيميائي هنقسمه الى نوعين مرئيسيين اللي هو التزان كيميائي متجانس والتزان كيميائي غير متجانس اللي هو الhomogeneous and heterogeneous equilibria الhomogeneous equilibria الارتزان المتجانس ده بيطبق للتفاعلات in which all reacting species are in the same phase في التفاعلات اللي فيها جميع المتفاعلات والنواتيك في حالة فيزيائية واحدة يعني بمعنى انهم جميع المتفاعلات والنواتيك في الحالة الغازية جميع المتفاعلات والنواتيك في الحالة السائلة جميع المتفاعلات والنواتيك في الحالة الصلبة هنا اللي هو حصل عندي اتزان يبقى بقول عندي homogeneous equilibria مثال عندي هنبص على هذا التفاعل CH4 gas CO gas CH2 gas وCO هنا المعادلة التانية ده جاز ده جاز ده جاز ده جاز ازا هنا والتفاعل تفاعل عندي تفاعل انحكاسي ازا بيحنص فيه اتزان وازا ما احنا شايفين ده تفاعل كيميائي باتزان كيميائي هزا الاتزان بقول عليه اتزان متجانس وكل المتفاعلات والنواتيك في الحالة الغازية بسميه اتزان متجانس فيه النظام اليه الغازي طيب هنيجي على الهيتروجينيس اكوليبريم اللي هو اللي اتزان غير المتجانس ده هاجت ان فيه اختلاف في الحالة الفيزيائية لاحد النواتيك او لاحد المتفاعلات في التفاعل الكيميائي مثال كالسيوم كربونات بديني كالسام اكسايد صوليد سائد سي او تو جاز ازا عندي هنا اختلاف فيه الحالة الفيزيائية هنا غاز هنا صلب هنا صلب ازا فيه اختلاف هنا فيه عندي هذا التفاعل انعكاسي يعيب ان عندي اتزان هذا الاتزان كيميائي لانه ديه تفاعل كيميائي عندي فابقول ان هذا التزان كيميائي غير متجانس طيب ازا ايضا هذا התزان عندي اتزان غير متجانس ده في الحالة المائية وده سائل وده في الحالة المائية وده في الحالة المائية ازا هنا ايضا هذا الاتزان هنا تعميك ايه كاسي خلاص يتفاعل انعكاسي ابقى فيه اتزان اتزان نوعة ايه هنا هو هيتورجيني أكوليبريام ايضا بي بي سي اللي تو صوليد بتديني البي بلاس تو أكوى زائد تو كلوريد آين أكوى ده أيضا هنا فيه اختلاف الحالة الفيزيائية والتفاعل تفاعل إنعكاسي يبقى الاتزان هنا اتزان كيميائي غير متجانس أو هيدروجينيس إكوليبريا إكوليبريا وكونستانت إكسبريشنز فور هيدروجينيس سيستيم إزاي عبر عن الكي بي أو الكي سي لأي نظام غير متجانس مثال عندي كاسيام كربونيت سوليد بتديني كاسيام أكسايد سوليد بلاس سي أو تو جاز طبعا أنا لو هكتب المعادلة معادلة الكي بي أو الكي سي بقول إن الكي سي ساوي هاصل ضرب تركيز النواتج اللي هي سي أو تو في تركيز سي اي او على تركيز سي اي سي أو سري ولكن ده لو بصيت عليه صلب وصلب تركيزات المواد الصلبة سابتة وبتساوي الوحدة فأنا هنا ما بحسبش تركيز المواد الصلبة في سابت الاتزان سواء كان كي سي أو كي بي بس أخلي بالي من هنا هل السي أو تو ده مع النواتج يبقى هيبقى في البسط لو كان مع المتفاعلات يبقى هيبقى عندي واحد على السي أو تو لكن أنا عندي السي أو تو هنا في النواتج حاصل ضرب تركيز النواتج منها من ضمنها يبقى حاصل ضرب السي أو تو الكالسيوم أكسايد بواحد الكالسيوم كربونات بواحد فما يبقى اعتبر عندي يبقى الكي سي يسوي تركيز السي أو تو لو هعبر عن التركيز عن الإكوليبرام كونستانت بالتركيز طب الهو هعبر عن سابت الاتزان للضغط يبقى الكي بي يسوي الضغط الجزئي لسي أو تو ما هي العلاقة بين الكي بي والكي سي هاول الكي بي تسوي الكي سي في الايه في الار تي ليه بقى لان هنا بالار تي وسي دلتا ان فالدلتا ان هي مجمومولات المواقع الليه النواتج الغازية ناقص مجمومولات المتفاعلات الغازية ته النواتج الغازية ما عنديش بس اللي سي أو تو بواحد واحد سي أو تو ده صالبه وده صالبه ما يتحسبش في الدلتا ان يبقى ار تي وسواحد يبقى الكي بي تسوي الكي سي اه في الار تي المسالة التانية لو عندي اتش اف اكوا بلاس اتش تو او بدي ان اتش سري او اقوا زائد فولرين اقوا الكي اي هنا ثابت الاتزان هنا عندي اه طبعا هنا اه ايه ليه الاسد لان اتش اف هنا عندي حمد كي ايه بقول بساوي هاصل ضرب تركيز الاتش سري او مزيتف في تركيز الاف مينس على تركيز الاتش اف هنا المية باعتبر تركيزها اه اه السابت عندي هي ايضا المية هنا في الحالة السائلة بيكون التركيز بتاعها سابت وي اه باعتبره كأنه اه بيساوي واحد او بدخله في السابت بتاعي اللي موجود عندي طيب لو بصينا على المسال التالت البي بي سي ال تو سوليد بديني البي بي بلاس تو اقوا زائد اثنين سي الا ماينس هنا ده اه بعبر عن السابت الاتزان هنا بعبر عنه بما يسمى سابت حاصل الاذابة حاصل الاذابة او اللي هو السابت عندي سوليوبوليتي برودكت طيب ليه انا بعبر عنه بسوليوبوليتي برودكت هنا بحاس هنا كأنه هو عندي ملح اللي هو الليد كولورايد ده في الحالة السلبة الليد كولورايد معروف انه هو شحيح الزوبان في المية جزء بسيط جدا منه اللي بيتفكك وديني ايونات الليد زائد ايونات الكولورين وبالتالي لما اجي احسب سابت الاتزان الكيميائي طبعا المادة السلبة زي ما اتفقنا بيكون تركيزها تركيزها سابت وبندخلو في سابت الاتزان وبسميه الكي اس بي يبقى هنا الكي اس بي سوى تركيز الليد في تركيز الكولورين اس اتنين والكي اس بي والسليبوليتي اي برودكت. ازا كونسنتريشن اف سوليد ان بيور ليكويت ار نوت انكلوديد ان زي اكسيبريشن فور زي كوليبريام كونسطان. بقولي انه تركيزات المادة السلبة والسوائل النقية زي المية ده ليكويد عهم بيور ليكويد مية ما بيدخلش في حسابه اه في تعبير عن كونسطان. قلنا انه هو تركيزه سابت او تركيزه يساوي الى الوحدة. هنتكلم دلوقتي عن الرياكشن كويشانت. الرياكشن كويشانت is used to predict the direction of net reaction. يبقى هو الرياكشن كويشانت بيستخدم للتنبؤ باتجاه التفاعل اللي اللي عندي. طيب فور الرياكشن اف نون كيسي فاليو. لو عندي تفاعل معروفة قيمة الكيسي له. زا ديريكشن اف نيت رياكشن كان بي بريدكتد باي كالكولياتين زا رياكشن كويشانت اللي بنعبر عنها بي الكيو سي. فبيقول لي لو انا عندي تفاعل معلوم الكيسي قيمة الكيسي بتاعته. انا ممكن احدد اللي اتجاه هذا التفاعل او اتجاه النهائي يعني ليه التفاعل. ممكن اتنبأ به عن طريق حساب الرياكشن كويشانت اللي هي الكيو آآ سي. الكيو سي اس كولد زا راكشن كويشانت. آآ هور فور ارياكشن ستش اس اي اي بلاس بي بي بدين السي سي بلاس دي دي. الكيو سي بتساوي حاصل ضرب تركيز النواتج على حاصل ضرب تركيز المتفاعلات. كله مرفوع لقص يسوي المعامل بتاعه. ازان الكيو سي هي التعبير بتاعها زي تعبير سابق الاتزان ليه التركيز بالضبط. لكن ايه الاختلاف? يبقى الكيو سي هزا السام اكسبريشن. از كي سي. بط كيو سي اس كالكولاتيد يوزين كونسانتريشن زات ار نوت نسساري ات اكوليبريم. يعني انا بحسب التركيز هنا. ولكن ليس من الضروري هذا التركيز عند الاكوليبريم. في الكي سي التركيز دي بتكون عند الايه الاتزان. بينما في الكيو سي هي نفس التركيزات ولكن ليس بالضرورة ان تكون عند الايه الاتزان. what does reaction coefficient till us? ايه هي بتحكي لنا عن ايه? الرياكشن كوشن. واحد بيقول لي لو انا عندي اف كيو سي بتساول كي سي ده معناه ايه? معناه زر اكشن از ات اكوليبريم. يبقى لو عندي الكيو سي بتساول كي سي يبقى التفاعل هنا ان ايه هيبقى عند الاتزان. ما فيش اه تغيير ما فيش اه تغيير عندي موجود في هذا التفاعل. طيب اف كي سي اقل من اف كيو سي سوري اقل من الكي سي. زر اكشن is not ات اكوليبريم. معناه ان التفاعل ليس في حالة الاتزان او ليس اه لا يوجد عند هذا التفاعل عند الاتزان. وهلاقي ان التفاعل بيصير في الاتجاه الامامي. اده الكيو سي هنا اقل من الكي سي. معناها ان الرياكتنس هتتفاعل مع بعضها. ويصير التفاعل في تجاه البروداكتنس اللي هو الفورورد اه زي ما احنا شايفين السهم هنا. طيب. تالت حاجة بيقول لي اكبر من الكي سي. لو الكيو سي زي ما احنا شايفينها هنا اكبر من الكي سي. معناها ايضا ان التفاعل ايه از نطقة اكوليبريم. ليس عندها الاتزان. and there is a net reaction in the opposite direction. وهاجة ان التفاعل هيتجي في ال opposite direction. يعني البروداكت ستتفاعل عشان تديني الرياكتنس زي ما احنا شايفين كده. find the value of q and determine which side of the reaction is favored. given k اكوليبريم بيسوى نص للتفاعل الاتي. اتش اسي اللي جاز زيت N-A-O-H-Aqua بجيني N-A-C-L-Aqua plus H2O melt. اذا علمنا ان تركيز ال H-C-L بيسوي تاتا و اتنين من عشرة مولر. تركيز ال N-A-O-H بيسوي اربعة وتاتا من عشرة مولر. تركيز不会 ستة مولر. طب ليه مش عاطيني المية? لان المية في الحالة السائلة. وقلنا ان المية في الحالة السائلة او اي مادة في الحالة السائلة احنا من اي ما بناخدهاش في اعتبارنا في حساب الكيسي او في حساب الكيو اسي كذلك المادة لو هي صلبة. ازا ان الكيو سي هيساوى حاصل ضرب التركيز النواتج اللي هو السوديام كولورايت. اوكي? المية خلاص مش هناخدها على حاصل ضرب التركيز المنتبعة اللي هو الاتش اسيل في تركيز الان او اتشي طبعا كل ده قس واحد قس هنا واحد مول هنا واحد مول واحد مول يبقى كل قس واحد. هاجه اعود تعويض مباشر. تركيز الان بسطة مولر. طيب بتركيز الانية او اتنين من عشرة. تركيز الانية والاتش باربعة وتترة من عشرة هاجه ان قيمة الكيو سي بتساوي ربعمائة ستة وتلاتين من مية. لو بصينا على قيمة الكيو سي. بتساوي ربعمائة ستة وتعاتين مية. ما بقول thing ايه? يعني اوجدت قيمة الكيو وحدديد اتجاه التفاعل ايه? اتجاه التفاعل المفضل هنا. فانا هنا عشان احدد اتجاه التفاعل مفضل لابد اتقارن بقيمة الكيو سي اللي انا طلعتها مع قيمة الكي اكوليبريام اللي هو اعطوها لي هالهي اكبر ولا اقل لو بصينا على قيمة الكيو سي هلاقيها اقل من قيمة الكي اكوليبريام يبقى الكيو سي is less than k equilibrium so the reaction shifts right for the products ويهه اه هنا بيفضل اتجاه النواتج اللي هو الاتجاه الايه الامامي حسابات الاتزان مثال عندي بقلوز السيستم واحد من الف مولر هيدروجين واثنين من الف مولر ايودين اسأل لو التوريتش اكوليبريم ات ربعمية تمانية واربعين ديجري سانتيجريت يبقى انا عندي نظام مولق كان بيحتوي في البداية على واحد من الف مولر من الهايدروجين واثنين من الف مولر من اليودين وسمحنا لهم ان هما يوصلوا لحالة الاتزان عند ربعمية تمانية واربعين درجة مقوية عند الاكوليبريم عملنا عملية انالسيز للمخلوط اللي عندي وجدنا ان تركيز الاتش اي اللي نتج عندي عند الاتزان از واحد وسبعة وثمانين من مية في عشرة اس مينس ثلاثة ام كالكوليت كيسي ات ربعمية تمانية واربعين درجة فورز ارياكشن تيكينج بلايس اه ويتش از اده التفاعل بتاعي احنا هنفعل الهايدروجين مع اليوتيب الاتش اي مع الايودين ده جاز ده جاز هيديني اتنين اتش اي اتش اي جاز لو فرضنا كان في بداية التفاعل عندي اول ما اخذت التركيز خدت تركيز كان من الهايدروجين في انيشيال يعني عندي زمن يسوي صفل لسه ما بدتش التفاعل خدت واحد من الف مولر من الهايدروجين واثنين من الف مولر من الايودين كان انا لسه ما خلص ما عملتش مكسينج اليوم وبالتالي كان تركيز النواة الجيسة وصف طيب هنفتدي نحط المتفاعلات دي مع بعضها اوكي ونخلهم يتفاعلوا عشان ينتجيلي اتنين اكس يبقى انا هنا التركيز ده هيقل بمقدار اكس والتركيز ده هيقل بمقدار اكس عشان ينتجلي اتنين اكس من الاتش اي وبالتالي عند الاتزان هيكون التركيز بالمولر واحد من الف نائس اكس بالنسبة للهايدروجين وتركيز الايودين هيبقى اتنين من الف نائس اكس وتركيز الاتش اي هيكون اتنين اكس هنكتب معادلة تسابط الاتزان الكيس يسوى حاصل ضدار بتركيز اي اس الاث اتين. على تركيز التي يتووا في تركيز الاي تو هنعوض بقيمة الاي هنا هاجت ان قيمة الاتشا اي باثنين اكس. طيب الاسين اكس اقص كمينة اقص 되نين. على تركيز الهايدروجين اللي هو عندي واحد من الف اناس اكس في تركيز الايدين الى هو اتنين من الف مينس اكس. هنحط هنا الاكس عندي هنا اللي هي اه تركيز المولاري الاتش اي بسوا واحد وسبعة وتمانين مية في عشر السالب ثلاثة هعوض بهم عندي عن قيم التركيز الاتش اي اللي هو الاتنين اكس عندي ايه? اه عند الاكوليبريم. يبقى هشيل تركيز الاتش اي اللي عندي اللي هو ده. واحط مكان واحد وسبعة وتمانين من مية فاشر السالب ثلاثة ايه اتنين. هوي اله هنا واحد من الف مينس اكس. اوكي? الاكس هنا هتبقى القيمة دي على اتنين. اوكي? يبقى انا عند قيمة الاكس هنا دول قيمة الاتنين اكس. فلو عايزة قيمة الاكس الواحدة هتبقى واحد وسبعة وتمانين مية فاشر اسمه ثلاثة على اتنين. هتديني قيمة الاكس هنا ايه هطرح اه من الواحد من الف. وكزلك هنا هطرح نفس قيمة الاكس من اتنين من الف هتديني اه في الاخر قيمة الكيس بتساوي واحد وخمسة. هنشرح مبدأ لوشاتلية اه بيقول لي اه هنا مبدأ لوشاتلية اذا اثر مؤثر خارجي على نظام في حالة اتزام. فان هذا النظام يغير او يزيح موضى الاتزام في الاتقاه الذي يلغي هذا التأثير. اوكي. طيب. اشان كيبقول لي فان اكس ترنا الاسترس is applied to a system at equilibrium. the system shifts the position of equilibrium so as to nullify the effect of the stress. يبقى هنا اذا اثر مؤثر خارجي على نظام ما في حالة اتزام. فان هذا النظام يزيح موضى الاتزام في الاتقاه الذي يلغي هذا التأثير. اه ما هي المؤثرات الخارجية التي يمكن ان تؤثر على نظام في حالة اتزام? طبعا الconcentration, temperature, volume, اه الcatalyst. اوكي. كل دي عوامل البرجر. كل دي عوامل خارجية. ممكن اه تأثر لي على نظام ما في حالة الاتزام. هندرسها هزي العوامل. كل عامل على حدة. اول عامل من هزي العوامل لتشينجز in concentration. اه التغيير في التركيز. لو عندي مثال زي اللي قدامنا ده. وجينا على هذا المثال اللي هو النايتروجين جاز بلاس هايدروجين جاز. بديني اتنين ان اتش سري جاز. وهاجي على هذا النظام وهو في حالة استزام. واضيف ازود تركيز الان اتش سري. لما ازود تركيز الان اتش سري. لابد ان هو يستهلك هذه الزيادة. عشان يرجع لحالة الاتزام مرة اخرى. وعشان يستهلكها يبقى مزيد من الدوسسياشن للنايتروجين والهايدروجين. الى يتخلص من كمية زيادة للاضافتها ويرجع لحالة الاتزام مرة اخرى. ازان الاكوليبريام shift left to offset stress. يبقى الاكوليبريام هيتجه ناحية اليسار. نخلي بالنا. left side and right side. يميني هو يميني التفاعل ويساري هو يساري التفاعل. لما اقول left يبقى يساري. اللي هو اليسار بتاعي او الشمال بتاعي. ورأيه يبقى يميني يمين التفاعل. يبقى هنا. لما اقول هنا الاكوليبريام shift left to offset stress. يعني بيتجه ليه ابيوزاح موضع الاتزام في الاتجاه في الاتجاه اليسار. علشان يبطل تأثير هذه الى الزيادة. او ممكن اقول الاكوليبريام shift to the reverse reaction. اوكي. يبقى انا ممكن اقولي ان كريبريام بيزاح في الاتجاه العكسي. اوكي. اولو كريبريام بيزاح ناحية اليسار او ناحية الشمال بتاعي. طيب. لو انا ضيفت مزيد تركيز من النايترجين. يبقى انا اضيف زيادة من النايترجين. هيحصل ايه عندي? هيضاح موضع الاتزام في الاتجاه اليمين. اللي هو الاتجاه الامام. طب لو ضفت زيادة من الهايدرجين ايضا يزاح موضع الاتزام في الاتجاه الامام. يبقى اذا ضفنا زيادة من المتفاعلات من تركيز المتفاعلات يروح الاتزام في اتجاه النواتج. اللي هو الاتجاه الامامي او الاتجاه اليمين. ولو ضفنا زيادة من الامونيا او زيادة من النواتج يزاح الاتزام في اتجاه المتفاعلات اللي هو الاتجاه اليسار او الاتجاه الايه العكسي لو بصينا هنا على ادى النيتروجين وادى الهيدروجين وادى الكونسنتريشن مع الطايم اللي هو عندي النيتروجين ويدفعل مع الهيدروجين ويديني الان هاي يتغير لي التركيز بتاع الهيدروجين بمرور الوقت عندي لو انا زود كمية النيتروجين هيحصل ايه كمية الهيدروجين هتزيد وكمية النيتروجين هتزيد وبعد شوية النيتروجين لما ضفتها زادت ورجعتها تقلي تاني نتيجة عملية وده التغير في الكونسنتريشن لو عندي تفاعل زايدة زايد الدي وقيت وهدرس التغير معايا وهشوف الاتزان بيزح في اي اتجاه هل يزح ناحية اليمين ولا ناحية اليسار اول حاجة عندي هضيف لو ضفنا زيادة من تركيز النواتج هيروح ناحية عندي يزح موضع الاتزان في اتجاه المتفعلات اللي هو الاتجاه العكسي او اقول اتجاه اليسار او اقول اتجاه المتفاعلات طيب يبقى هنا بيزح الاتزان ناحية طبعا يجي تاني حاجة لو انا قللت تركيز النواتج بديت اشيل من النواتج عندي جزء من النواتج يعني كل ما يتكون شوية من النواتج اشيل اشيلهم او انزحهم اذا انا بعمل remove بقلل تركيز بتاع اللي النواتج لما قلل تركيز النواتج عشان التفاعل يرجع لحالة الاتزان فمزيد من المتفاعلات يتفاعل مع بعضه ويكون لنواتج زيادة عشان يعوض لي الفقد في التركيز المتفاعلات اللي انا شلته يبقى لما اعمل remove يعني اقل التركيز النواتج وزا احنا وضع التزان في اتجاه النواتج اللي هو الاتجاه الامامي او الاتجاه اليمين اللي هو الright اللي هو عندي هنا يبقى concentration of products shift the equilibrium right تالت حاجة لو زودنا تركيز المتفاعلات يبقى هضيف عند حالة الاتزان وقوم ضيفة مزيد من المتفاعلات يبقى هنا عشان اضيف مزيد من المتفاعلات عند حالة الاتزان هيعمل هيزح الاتزان في اتجاه النواتج يعني ما زي اللي انا ضيفته ده لابد ان يستهلك هيستهلك عن ايه انه هو يتفاعل مع بعضه ويكون لنواتج فبالتالي هيزح موضع الاتزان في الاتجاه اللي هو الرايت يبقى هنا increase concentration of reactance shift the equilibrium right طيب لو جيت انا عند الاتزان وقللت من تركيز المتفاعلات يحصل ايه لابد ان هي يعوض للنقص في تركيز المتفاعلات بان مزيد من النواتج تفاعل مع بعضها وتدين المتفاعلات معناها ان موضع الاتزان يزاح في الاتجاه اللي هو اللي هو اتجاه المتفاعلات او الاتجاه العكسي زي ما احنا شايفين كده shift equilibrium lift طيب يبقى انا درست التغير في التركيز هنا ندرس التغير في الحجم والبرجر التغير في الحجم هنا بيعتمد على زي ما احنا عارفين من قانون افوكادرو ان الحجم يتناسب تناسب ترتي مع عدد المولات يعني كل ما يزيد عدد المولات يزيد للحجم ومن قانون بويل ان الضغط يتناسب عكسي مع الحجم اذا الضغط هنا لما يقول لو انا زودت الضغط المفروض يزح في الاتجاه اللي بيقل فيه الحجم واللي بيقل فيه الحجم اللي هو بيقل فيه مجموع عدد المولات اول حاجة عندي اللي تشانج والشفت زا اكوليبريم لو جيت على هذا التفاعل وزودنا الضغط هيزح موضع الاتزام في الاتجاه اللي فيه الحجم طب هبص على عدد المولات كم مول من ا واحد وكم مول من ب واحد يبقى المجموع من المتفاعلات مولات المتفاعلات هنا اتنين طب والنواتج مفيش عنده الا السي وعندي واحد مول اذا يبقى هنا الحجم هنا بيقل في اتجاه اللي النواتج اللي هو الرايت يبقى انا لو زودت الضغط يزح موضع الاتزام في اتجاه اللي فيه الحجم اللي هو في اتجاه النواتج يبقى صايد في مول اف جاز يعني اللي هو اتجاه اه النواتج بالنسبة لهذا التفاعل يبقى لو زودنا الضغط هيرزاح موضع الاتزام في الاتجاه اللي بيقotine فيه عدد المولات الغازية طيب dc طب لو جيت هنا واللت على هذا التفاعل اللي موجود فيه حالة اتجاه القللت الضغط يبقى يزاح موضع الاتزام في الاتجاه اللي يزيد فيه الحجم اللي بيزيد فيه الحجم الغازيات اللي هنا اللي هو اتجاه المتفاعلات اللي هو اتجاه يبقى طيب هنيجي هنا يبقى انا درست البرجر يبقى لو زودنا الضغط هيزاخ موضع الاتزام في اتجاه اللي يقل فيه الحجم اللي هو يقل فيه عدد المولات الغازية طيب ولو لو قللنا الضغط يوزحف الاتزان اللي بيزيد فيه عدد المالات الغازية طب لو كنا هنا وزودنا الى الحجم هيبقى هنا يبقى لو زودنا الحجم هيتجه ناحية العدد المالات الاكتر من الغازات طيب يبقى لو جيت هنا وزودنا الحجم هيحصل ايه؟ هيزح ناحية ال-A و-B طب لو قللنا الحجم هيروح ناحية العدد المالات ال-A الاقل اللي هي ناحية ال-A-C ناحنا شايفين هنا يبقى يروح ناحية ال-A-C ثالثة عامل بيقصلي على موضع الاتزان وده احنا بندرس الوقت مبدأ لو تشتلي ال-Temperature تغيرات في درجة الى الحرارة عشان ندرس التغير في درجة الحرارة لابد اعرف التفاعل بتاعها هلو تفاعل طرد الحرارة اكسوسيرميك ولا تفاعل مصر الحرارة اول واحد بيقول لو عندي التفاعل تفاعل طرد الحرارة بدخل ال-Hate معه ال-B يبقى هنا لو جيت على هذا التفاعل اللي موجود في حالة اتزان وضفت عليه وسخنته يعني زودت درجة الحرارة بتاعته معناها ايه؟ معناها انه هو المفروض هذا التفاعل عشان يعمل يستهلك الحرارة اللي انا زودتها يروح في الاتجاه اللي بيكون التفاعل فيه درجة حرارته اقل طب انا لو بصيت على التفاعل ده الحرارة بتاعته اعلى في اتجاه النواتج اللي هو انتجاه اليمين واقل في الاتجاه المتفاعلات اللي هو الاتجاه اليسار فانا لما ضيف حرارة على هذا التفاعل اللي اساس انه طارد الحرارة وموجود في حالة التزان فده هيضيف هيحول لموضع الاتزان او هيعمل ازاحة لموضع الاتزان في تجاه الرياكتنس اللي هو اتجاه المتفاعلات او الاتجاه اليسار على العكس لو انا اه 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 او قللت درجة الحرارة او نزعت اه برات اللي التفاعل عندي اللي موجود في حالة اه اتزان هيحصل ايه هي المفروض التفاعل يروح في الاتجاه للحرارة في بالزيد اللي هو اتجاه البروداكس او اتجاه النواتج يبقى انا لو عندي اي تفاعل طارد للحرارة زودنا عليه زودنا الحرارة هنا هيزاح موضع الاتزان في اتجاه المتفاعلات لو قللنا الحرارة هيزاح موضع الاتزان في اتجاه النواتج طب هناخد التفاعل اللي هو اندو سيرمك اي تفاعل اندو سيرمك بحط الحرارة مع الرياكتنت زي المعادلة عندي هنا يبقى انا هضيف الحرارة مع المتفاعلات يبقى اي زائد بي زائد هيت يسوي الاي بي اذا التفاعل ده في حالة اتزان هذا التفاعل اندو سيرمك راكشن يتفاعل طارد الحرارة لو جيت على هذا التفاعل اللي في حالة اتزان وهو تفاعل سوري مص الحرارة وليس طارد الحرارة اندو سيرمك اه هذا التفاعل اي زائد بي زائد هيت بتاني AB هضيف له حرارة. لو انا ضفت حرارة المفروض يروح في الاتجاه اللي تقلي فيه الحرارة اللي هو اتجاه البرودكت. طب لو انا يبقى يروح في الاتجاه اللي الحرارة فيه بزيد وهو اتجاه المتفاعلات. يبقى ات هيت. طب لو العامل اللي بعد كده لو ضفنا عامل مساعد. هل يغير لي في قيمة الكي. don't doesn't change k. doesn't shift the position of an equilibrium system. system will reach equilibrium sonar. يعني بقول لي لو انا ضفت catalyst لا يغير لي قيمة الكي ولا هيعمل ازاحة لموضع الاتجاه اللي في النظام. وهاجت ان النظام بيرجع الى حالة الاتجاه بتعطيه بسرعة جدا. هنبص على تأثير الكاتاليست. اوكي. ادى التفاعل عندي ا زائد بي. بدي نسي زائد دي. لو بصيت على التفاعل بدون اضافة الكاتاليست بلاقي ان هو هنا بيحتاج اكتيفيشن انرجي عالية جدا. اللي هي الاي اكتيفيشن. طيب. ده بدون اضافة كاتاليست. لو انا ضفت الكاتاليست بيعمل لي ايه? بيقلل لي قيمة الاكتيفيشن انرجي. اللي هي الاي اي. وبالتالي بياخد وقت اقل في الوصول الى حالة الاتجاه. الاتجاه بيصرح لتفاعل. ما بيهر ليش في الاكوليبيران كونستان. انت ما بيعمل ليش ازاحة لموضع الاتجاه. وبيرجع الاتجاه بسرعة جدا. يبقى الكاتاليست. لور اي اي اي. فور بيقول لي ان الكاتاليست بيقول لي اللي قيمة الاي اي اي لالتفاعل الامامي والتفاعل العكسي. اه ملخص قاعدة لوتشاتلي او مبدأ لوتشاتلي. هنشوف ايه هو العوامل اللي بتأثرلي على اه تفاعل في حالة الاتزان اللي هو المتغير عندي. اول حاجة الكونسنتريشن. اه هل هو بيغير بيعمل ازاحة للاكوليبريام? yes. هل اتشينج اكوليبريام كونستان? هل هو بغير في قيمة الاكوليبريام كونستان? لا. تاني عامل عندي اللي هو البرجع. بيعمل لي ازاحة. ايوة بيعمل لي ازاحة في موضع الاتزان. ولكنه ايضا لا يغير اللي هو اه اه قيمة سابت الاتزان. طالت عامل عندي هو الفوليوم. بيعمل شفت للاكوليبريام كونستانت. ولكنه لا يغير لي في قيمة سابت الاتزان. رابع حاجة التمبرتشار. التمبرتشار بيعمل شفت الاكوليبريام كونستان. وايضا بيعمل تغيير في قيمة سابت الاتزان الكيميائي. الكاتاليست. لا بيغير لي الشفت لا بيعمل ازاحة للاكوليبريام ولا بيغير لي قيمة الاكوليبريام كونستان. يبقى لو بصينا على المتغيرات اللي عند اللي هي التركيز والكونسنترات والفوليوم والتمبرتشار والكاتاليست. وشفنا هل بيعمل ازاحة الموضع الاتزان ولا لا? هلقيهم كلهم بيعملوا موضع ازاحة الموضع الاتزان مع عادة الكاتاليست. طيب هل يغيروا موضع الاتزان? هلقيهم كلهم لا يغيروا موضع الاتزان? اه سوري. هل يغيروا سابت قيمة سابت الاتزان التشينج ايكوليبريام كونستان? هلقيهم كلهم لا لا يغيروا قيمة سابت الاتزان مع عادة التمبرتشار. اوكي? ايبقى الديبندنت انبيوه الجزارات التشاوية الاتزانية مرتبعة سابت الاتزانية